كيف يتم بناء منظومة الفكر النمطي عند المجتمع؟ وضعت مجموعة من العلماء خمسة قرود في قفص مع سلم وموز في الأعلى حاول أحد القرادة صعود السلم لاقتناء الموز وتناوله عند بلوغه الموز، يقوم العلماء برش القرادة الآخرين بالماء البارد قامت مجموعة القرادة بمهاجمة القرد الذي كان سببا في هذا الحمام البارد وأوسعوه ضربا قام العلماء باستبدال أحد القرادة بآخر غريب عن المجموعة بعد فترة، لم يجرأ أي قرد على صعود السلم رغم شدة الإغراء، لكن القرد الغريب هم بصعوده دون تردد هاجمت القرادة زميلهم الجديد قبل بلوغه الموز حتى يتجنب الحمام البارد استبدل العلماء القرد الثاني في المجموعة بآخر غريب ثم القرد الثالث ثم القرد الرابع وأخيرا القرد الخامس، بعد عدة هجمات على كل قرد جديد يحاول تسلق السلم لتناول الموز، تعلمت المجموعة عدم المغامرة مجددا على الرغم من عدم معرفتهم المطلقة للسبب الحقيقي وراء هذا السلوك في كل مرة كانت التجربة تتكرر وتنتهي بمهاجمة الضيف الجديد على الرغم من عدم تلقي القرادة حماما كما كان في السابق إذا كان من الممكن أن نسأل القرادة لما يهاجمون كل من حاول صعود السلم لتناول الموز، ستكون الإجابة كالآتي، لا ندري، هكذا تتم الأمور هنا ترجمة نانسي قنقر